أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المستثمرين وتهتمان بمعرفة أرائهم حول النواحي الضريبية وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته جمعية مستثمر العاشر من رمضان لمناقشة قانون الضرائب الموحد أن المستثمرين يعتبرون من الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم للمزيد ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور سيد سقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الضرائب مساء الخير يا دكتور ولنتعرف بداية على أبرز تفاصيل اللقاء الذي تم اليوم مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان أهلا بك يا أستاذ الدين وأهلا باستاذ المشاهدين طبعا زي ما فضلت حضرتك وفي البداية وقلت أن المستثمرين هم الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل عشان كده المصلحة حريصة كل الحرص على تنظيم لقاءات معهم لقاءات دورية أو حسب طلب الجمعيات لو هم فيه طلب فيه حاجات عجلة زي المرحلة الحالية دلوقتي عادينا نعرف أراءهم ومكترحاتهم بخصوص النواحي الدربية من تشريعات إجراءات تيسيرات وكمان نعرف أراءهم ومكترحاتهم بخصوص المشاريع التطوير والميكانة اللي بتمر بها المصلحة وتشهدها المصلحة حاليا وآخرها موضوع الفاتورة الإلكترونية وده طبعا أصفر عن لقاء من رئيس قطاع التنزيزي في مصلحة الضريب ورئيس قطاع البحوث وهذا اللقاء طبعا تناول عدة محاول أهمها قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 وده طبعا زي مع حضرتك تعلمي أن ده في إطار الإطلاحات المالية اللي بتقوم بها الحكومة في ملف الضريب وده القانون بيستهدف دمج الإبراقات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضريب في إبراقات موحدة بحيث ينزاهل على الممول أو على المسجل أن هو ما يجي تعمل مع المصلحة في أي إجراءة فهيكون الإبراقات كلها موحدة سواء بالنسبة لضريبة الدخل أو بالنسبة لضريبة على القيمة المضافة وكمان فيما يتعالج بضريبة الدمغة وضريبة الرسم التنمية كل دي طبعا ده الموضوع اللي تم تناوله بالخصوص قانون إجراءة الدرابية الموحدة كمان تناولنا بعض التعديلات اللي هي أمنة بيها خلال الفترة اللي كانت على قانون ضريبة على قيمة مضافة 67-2016 وكانت هذه التعديلات بتهدف لأنها بتعالج بعض الملاحظات اللي أصفر عنها التطبيق منذ 2016 حتى تاريخه يا دكتور ما الملاحظات الجديدة التي تدرسونها وتمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع؟ كمان حضرتك أهم النقاط بخلاف موضوع قانون الإجراءات هو كان موضوع التعديلات اللي تم إجراءها على قانون الضريبة على قيمة مضافة ودي طبعاً لما قلت يا حضرتك أنها في من خلال تطبيق قانون من 2016 حتى تاريخه أصفرت على بعض مشاكل التطبيق ودي إحنا شرائنا مشاكل من أي نوع يا دكتور؟ حضرتك يعني مثلاً على المدخلات بتاعت الأدوية حضرتك أنا كنت في بعض المدخلات بأسبح بخصم باعتي الأدوية معفاة ولكن المدخلات بتاعتها دي خرعة ولكن عشان كده أخبرك أذكره إننا إحنا تجاوباً مع مطالب أو مراعاة للصروف الاقتصادية ومرعاة لمدخلات شركات الأدوية وحرصاً على الموطنين أنه ما تزوينش الأسعار لأن المدخلات بتفرض عليها ضريبة ما تتخصمش لأنها هي الأدوية بطبيقاتها معفاة فدي بتأدي إلى غلاء الأسعار أو بتأدي إلى بتاع الأسعار عشان كده حرصت المصلحة إن هي سعة في كل المدخلات كمان اللي هي داخلة في إنتاج الأدوية وده حضرتك بيسمي تحدثه خلال قرار من وزير الصحة عشان خاطره هو لحد المدخلات اللي ممكن تتعافي من عدمه كمان عندي حضرتك إنتاج الورق طبعاً المدخلات تعتبر بتخبع لأنه هو الورق بطبيعته معفاة من الضريبة ولكن المدخلات بتاعيتها اللي هي عليها إن الورق بدي خضعة أو دي صح مش بدي خضعة حصل عليها ضريبة فدي بتأدي إلى ذلك التكلف فاحنا عايزين نساهل على المنتجين المحليين عشان خاطر ندي مدى المنافسة مع الورق المصورة أو مع العملية للصدار بالنسبة للأوراق الورق فاحنا بندي فرصة حتخبرك إن إحنا إن شاء الله حطناها مدنة تعدلات بتاعتنا على أساس إن هي تلمي إعفاءها تماماً ده طبعاً ده كل ده طبعاً نهيكة حتخبرك عن بعض السعادلات كمان اللي هي خاصة بمرعات البعد الاجتماعي لبعض لبعض السلع نحن نعفيها تماماً حتخبرك أول إحنا بنقلها لضريبة القيمة مضافعة حتخبرك نسمح بخاص المدخلة بتاعتها مش فهم النقطة دي يا دكتور ما علاقة التباعد الاجتماعي بالضرائب لو توضح لنا أه حضرك أنا بكلم حضرك على البعد الاجتماعي أه البعد الاجتماعي كورونا ما خلينا نفكر في التباعد الاجتماعي في كل اللحظة تقصد الجانب الاجتماعي وطبعاً هذا مهم جداً في عمل الشركات تمام تماماً تماماً ما عندي بغض رح حضركوا لك عندي مشروعات للمناطق الاقتصادية إحنا عشان أزول الاسمار فيها فإحنا حطناها مبدلن التعدلات بتاعتنا على أداة إن هي يسمح بعدم تحميل هذه السلع والخدمات اللي بتبقى وردت المشروعات المناطق الاقتصادية مثل الطبيعة الخاصة بإن هي ما تتحملش الضريبة بتاخذ على الضريبة بسعر السفر وردوا كل الضريبة بتاعت مدخلاتها التشجيع للإستثمار داخل هذه المناطق الحظة نعم عندي طبعاً فيه تبرعات بتحصل لجهزة الإدارة للدولة ووحدات الإدارة المحلية دي حضرك وأولاءات العامة كان إحنا بتاخد التبرعات بشكل سلع بس لكن إحنا حصينا كمان الخدمات عشان خاصة بنزود حد أو نطاقة الإعفاء يشمل سلع وخدمات نعم عندي حضرت أخبرك مثلاً إفراج المؤقت أي حضرتك أي رسائل وردة من برا عن عملات خاصة بالعملات الإنتاجية إحنا عملنا تعديل في القانون يسمح بأن إحنا يفرق مؤقتاً على هذه الوردات أو هذه الرسائل إلى أن يبقى في عدم في إعفاءها من عدمه عشان خاصة نساهل دخول المحتوى الرسالة أو مضمون الرسالة وما نعطرش العملات الإنتاجية لغاية ما يتم وفاة صاحب الشأن بمدى الإعفاء من عدمه عندي حضرتك أفاء الأنصار واللقاحات ودامه ومشتقاته عندي حضرتك بأكدين نصوص جديدة دي بضو دي جديدة بالسكر اللي حضرتك وسلم مشاهدين أن عندي نصوص جديدة بتتناول كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحسين الضريبة على المعاملات الضقمية طيب واضح أنه الاجتماع كان شامل وأكيد سنتابع معكم كيف ستخلصون إلى قرارات بشأن هذه الملاحظات أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور سيد ساقر رئيس الإدارة المركزية لشؤون مصلحة الدرعب ترجمة نانسي قنقر